ثقاتنا في أبطالنا وفي قدراتهم وفي إمكانياتهم وفي العناصر الموجودة فرين نادي الأهلي لا يعني على إطلاق أن البطولة سهلة آه صحيح حزوزنا وفرصنا فيها كبيرة جدا ومرشح أول أهلي دايما مرشح أول وخصوصا أنه حامل اللقب في البطولتين الأخيرتين ولكن خدوا بالحضراتكم حتة حامل اللقب دي سريعا جدا أنا عايز أتكلم فيها لأنها إلى حد كبير جدا بتأثر على حضور الفرق اللي بتنفسك وبالذات الكبيرة منها يعني فرق بحجم الوداد فرق بحجم سانداونز فرق بحجم الترجي الفرق دي طبيعي جدا لما تبقى أنت مسيطر على البطولة صح برقم قياسي واخد آخر بطولتين وآخر نسختين من دوري أطال أفريقيا يعني طبيعي أو هيقرة كلها ما فاش غير الأهلي طبيعي جدا أنه الناس دي تبقى عايزة تقول لا للأهلي بالذات يعني آه عايزين يحققوا اللقب لكن في مطشط الأهلي ثق تماما إن شاء الله إن شاء الله هنتأهل بإذن الله عن المجموعة ما عنديش شك في ده لكن ثق تماما وبعد دور المجموعات مطشط الأهلي بره وجوه هتبقى فيه منتهى الصعوبة سريعا جدا أروح لاختياراتكم في مباراة سانداونز وإحنا متفقين دايما عشان تبقى بس القاعدة وما فيش منع نكررها مرة تانية برضو سريعا عشان الناس اللي لسه ما حفزتش أو مش عارفة إحنا بنعمل إيه إحنا دايما على الحلوة أو على المر ودايما لازم نختار أفضل ثلاث لعيبة في أي مباراة عشان لما نيجي نحدد في آخر الموسم الجمهور أنتم مش إحنا أنتم جمهور النادي الأهلي اختار مين كأفضل لعبين يبقى بناء على تقييم موضوعي على مدار خطوة بخطوة ومباراة بمباراة ومواجهة بمواجهة في الموسم ده فبالتالي الموضوع ما لهش علاقة بالنتيج وارد جداً الأهلي يخسر أو وارد جداً أنه يتعادل لأنه ما فيش فريق بيكسب طول الوقت لكن ده ما يمنعش أنه فيه لعيبة ظهرت بشكل كويس وما يمنعش أنه فيه لعيبة أجادت في المباراة دي فمش مفترض أن احنا نعاقبهم عشان الفرقة ككل ما حاقتش المكسب اختراراتكم في سانداونز عجبني الناس بتاعت السادسة واضحة وظهرة وصوتها واصل وبشكركم جداً 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 على تفاهمكم والناس اختارت الحقيقة التلاتة الأفضل من وجهة نظرهم في المركز الأول الجوهراء المالية أليو ديانج كان نجم المباراة من وجهة نظر جمهور نادي الأهلي وفي المركز الثاني علي معلول اللي بيقدم موسم الحقيقة من بداياته في منتهى القوة خد المركز الثاني بفارق الحقيقة مش كبير قوي عن أليو ديانج ولكن فعل الأصوات في نهاية رحلة ديانج وفي المركز الثالث كان المتقلق الموسم ده وصاحب المركز الأول حتى اللحظة الحالية في جدول الترتيب حمدي فتحي كان اختيار جمهور نادي الأهلي كأفضل تالت لعب في المباراة وتعالوا نشوف الجدول ما اختلفش كتير لأنه التلات لعبة دول بالمناسبة بيحتلوا تلات مراكز من الخمسة الأوائل في الجدول في المركز الأول مازال حمدي فتحي الأضاف لرصيده نقطة فبقى رصيده من النقاط 15 نقطة من 14 مواجهة في المركز الثاني الحاضر الغائب مازال رغم غيابه محتل المركز الثاني أكرم توفيق اللي بدأ الموسم ده بمنتهى القوة وفي رصيده مازال 12 نقطة من 10 مشاركات بيقرب منه وبيضغط عليه أليو ديانج اللي رفع رصيده طبعاً بالتلات نقاط دول 11 نقطة وتقدم 4 مراكز زفعة واحدة عشان يحتل المركز الثالث منفرداً من 15 مشاركة وفي المركز الرابع علي معلول بينفرد به بعد ما كان بيشارك أحمد عبدالقادر في المركز الرابع بقى بينفرد بالمركز الرابع برصيد 9 نقاط من 14 مشاركة وما زال أحمد عبدالقادر نجم الندي الأهلي واحد من نجوم الموسم الحالي في المركز الخامس من 14 مشاركة برصيد 8 نقاط ده فيما يتعلق باختياراتكم نروح للأخبار سريعاً والنهاردة راحة يعني مساء المسلماني قرر أنه يدي النهاردة راحة للعيبة بعد ما تشفركه بعد كده من بكرة إن شاء الله هيدخل بقى الفريق في معسكر مغلق لمدة 48 ساعة استعداداً لمواجهة الهمة والمنتظرة والصعبة وقول زي ما أنت عايز تقول مع المريخ إن شاء الله على ملعب الأهلي والسلام يوم السبت اللي جاي مساء المسلماني بالمناسبة طلب تقرير مفصل عن الفريق وخليني أقول لكم للي ما شفش أو اللي فاكر إن مواجهة المريخ السوداني هتكون سهلة لا على الإطلاق سهلة في حالة واحدة المواجهة هتكون سهلة إذا كنا إحنا في أعلى درجات تركزنا وإذا كنا في أحسن حالتنا آه هتكون مواجهة سهلة لكن على الإطلاق ما تتوقعش إنه الفريق المريخ هيكون يعني زي بيقول لقم سائغة لا على الإطلاق الحقيقة فريق محترم وفيه عناصر كويسة جداً اتفرج على مطشه مع الهلال اتفرج على مطشه مع سانداونز وبمناسبة الحقيقة يمكن على الرغم من أن أنا بحب كرة سانداونز جداً يعني بشوفها من الفرق اللي بتلعب كرة حلوة فرقة عندها شخصية فرقة ما بتخافش بتلعب بره بتلعب جوه ليها أسلوبها عندها عناصر كتير جداً آه مش سوبرستار خدوا بالكم تتكلموا على غياب اتنين من أهم لعيبة سانداونز في مواجهة الأهلي الأخيرة وأهمهم سنيني وطبعاً لكن في النهاية كلهم لعيبة كرة وكلهم على المستوى الجماعي مش بس المستوى الفردي ممكن فرقة تلاقي فيها لعيبة على المستوى الفردي كويسة جداً 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 لكن جماعياً مش واضح ده أو مش ظاهر ده أو مالوش مردود إيجابي لكن سانداونز عندها كرة محترمة جداً ومع ذلك المريخ أرهق سانداونز وشكل عليه خطورة كبيرة جداً في المواجهة اللي جامعت بينهم منتهت بالتعادل عشان كده مواجهة السبت في منتعة الأهمية وأنا قلت أنه السبت اللي جاي يعتبر مباراة دور 16 يعني إذا مواجهة المريخ تحديداً ذهاباً وقياباً دور 16 عدت من المطشين بنتيجة في صلحك مكسب هنا تعادل هناك مكسب هنا ومكسب هناك يبقى إن شاء الله بإذن الله الأهلي تأهل لدور التمانية من أخبار النادي الأهلي كمان وأنه النادي الأهلي آه خلينا أطمنكم على كابتن سيد عبد الحفيز طبعاً لغابة عن مطش فاركم بارح وعمل مسحة وهيعمل مسحة تانية النهاردة إن شاء الله نتطمن عليه ويكون موجود معنا في مباراة المريخ بإذن الله نروح للنادي الأهلي اللي وقع النهاردة في حضور كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي والسيد طارق فايد رئيس بنك القاهرة عقد خاص بالحصول على تسهيل اقتماني عشان يتمكن النادي من الانتهاء من تنفيذ المرحلة التانية بفرع النادي بالتجمع الخامس ويتم بقى افتتاح الفرع عشان يقدم خدماته لأعضاء النادي الأهلي ترجمة نانسي قنقر